السلام عليكم ان شاء الله ليما اخدموا المرجع في الريادية المستوى الثالث قالونا هنا تمنى الرابع اجو بزيغ الاكزامبل ايجو كومبليت قالونا هنا يا قدي نشوفوا هاد العملية طريقة بشخدموها و قدي نكملو بحالها قدي نديرو نفس الطريقة شو عدونا هنا 31 في 4 تساوي 31 في 4 لنقصين في عشرة تساوي هاد 31 في 4 تساوي مئة واربعة وعشرون في عدنه بتوضي عشرة اياء في عشرة تساوي الف ومئة واربعون بحالها نشرنا العملية شوية كانت صغيرة وزدنا فككناها بنفس الطريقة هاد نخدمو هاد العمليتين قلنا بنفس الطريقة هاد نخدمو العمليتين هنا ادنا 52 في 3 تساوي هاد نديرو تساوي هم اخلو 31 تحنا اخلو هاد اثنان وخمسون في في وما هاد اربعون نديرو هنا اربعة والعشرة خرجوها اربعة في عشرة هي اربعون اخلنا اربعة في القوس بين القوس سيخلنا عشرة برة هاد نديرو هي في ثلاثة في عشرة ثلاثة في عشرة هي ثلاثون ولكن هنا قلنا ندخلو ثلاثة في القوس وخلو عشرة على برة نديرو هنا تساوي اثنان وخمسون في ثلاثة ثلاثة في اثنان وخمسون في ثلاثة تساوي ثلاثة في اثنان ستة ثلاثة في خمسة خمسة عشر نكتبو مئة وستة وخمسون مئة وستة وخمسون في يعني العملية بقى مكملت في عشرة هذه عشرة محسبناش هنا حسبنا غي اثنان وخمسون في ثلاثة 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 ونخرجوها اي عدد كندربوه في عشرة هو نفسو كنتجدو عليها السفر في الوحدة يعني مئة وستة وخمسون في عشرة هذه نكتبو هنا مئة وستة وخمسون وهذه نزيدو هنا في الوحدة السفر هذه يقول لنا الف وخمس ومئة وستة يعني العملية عشرة او مئة او ألف ما نحتاجوش نجزوها نحتفظو بالعدد نفسو وكنزيدو الأصفر إما عشرة كنزيدو السفر إما مئة كنزيدو سفر لما كانوا يعطينا العداج حفيم السفر كنزيدوه من الوحدات نشوفو العملية الثانية حفيم السفر حفيم السفر حفيم السفر نحضروا واحد وعشرون في السفر هي ستة في عشرة كما قلنا نرى ستة في عشرة ماذا قالوا لنا؟ قالوا لنا هنا 21 و 6 ندخلها بين قوسيط ونكمله هنا 21 و 6 ندر العملية ورقة 21 في 6 سوف ندخلها بدون ورقة سوف ندخلها بدون ورقة على قبل كين رياضية من نقص بزاف من الأفضل شوية بشوية بطقة بطقة ما يفهمون؟ 6 في 1 تسوي 6 6 في اثنان 12 نحن ندخل طريقة عموديا ندخل طريقة عموديا 6 في 1 تسوي 6 6 في اثنان 12 هذا هو الذي ندخل طريقة 126 نكمل طريقة عموديا 126 طريقة يلا بس ندخل طريقة 21 في 6 العشرة التي ندخل طريقة ندخل طريقة في 10 أي عدد كل ما ندخل طريقة نكتبه هو نفسه ما يحتاجه ندخل طريقة عموديا 126 و نزيد الصفر 10 و ندخل طريقة 1160 عموديا بسيطة إلا تبدعناها الطريقة التي أعطوناها الناس ندخل طريقة 5 ما قالنا فيه؟ قال مامضو أحد الأعداد الثلاثة يسوي الجداء العددين الأخرين أتأكد بوضع وإنجاز العملية و ندخل طريقة 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 و دائما في جداء سيكون العدد الأكبر هو اللي يسوي جداء ذلك العددين اللي صغر منه يعني لا يمكن أن يكون 43 و وجودة هذه العددين لا يمكن لأن أي عدد ندخل طريقة رقمك يقول أكبر من العدد نفسه يعني لا يمكن أن ندخل طريقة 8978 و ندخل طريقة و ندخل طريقة لا يمكن لأن هذا هذا لا ندخل طريقة أي رقم من غير واحد سيكون كبير من هذا و ندخل طريقة لا ندخل طريقة إذا هذا هو الخارج ماذا نبقى؟ العددين اللي نجزوه هم هذا 109 في 43 سنجزوه و ندخل طريقة 897 209 23 تساوي 3 9 27 كثيرا 7 نحتفظه بـ 2 3 ثلاثة في السفر السفر أي عدد كنضربو في السفر كيسوينا السفر زائد اثنان متى الاحتفاظ وهي اثنان ثلاثة في اثنان تسوي ستة دائما كنوضع واحد نقطة هنا بعد كنكمل العملية ثلاثة اربعة في تسعة ستة وتلاثون كنقل ستة هنا نحتفظه بثلاثة اربعة في السفر السفر زائد ثلاثة ثلاثة اي عدد كنزدو على السفر كيسوينا هو نفسه نسفر زناني ثلاثة 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 اربعة في اثنان ثمانية نكسالي وكندروا عملية الجمع تلو دبعا تساوي سبعة زائد لا شيء سبعة سبعة ما زدنا الي اوالو اثنان زائد ستة تمانية ستة زائد تلاثة تسعة لا شيء زائد تمانية تمانية تسعمائة الاف وتسعمائة وسبعة وتمانون هاذ العدد نفسه اذا العملية كنزدنا صحيح هنا لم يجب أن نعرف أنه صحيح او خطأ. العملية كانت صحيحة. كما قلنا دائما في شكعتونا هنا ثلاثة الأعداد وكي قلنا راح عددين. كان هنا جداء عددين كي يسوي لنا واحد العدد. نبينا ثلاثة. دائما العدد الأكبر هو الخارج وهو الذي يكون هنا. لا يمكن أن يكون ٣٣ أو ١٠٠. لا يمكن أن تكون العملية خاطئة. لا يمكن. إذن فيما تعطينا سؤال الحلاكة الخارج هو العدد الأكبر وهو العدد الآخرين كنت نرغبون في بعديات عام. هكذا يكون سلينة تمرين الخمسة.